بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمية الكهربية كم 233 الوحدة الرابعة أنواع الخلايا الكهروكيميائية تهدف هذه الوحدة إلى معرفة أنواع الخلايا الكهروكيميائية حيث يوجد نوعين من الخلايا الكهروكيميائية هي الخلايا الجلرانية والخلايا التحليلية كذلك تهدف هذه الوحدة إلى معرفة أهم الفروقات بين الخلايا الكهروكيميائية وكذلك أهم أوجه التشابه بين هذه الخلايا كما سنتعرض إلى بعض الأمثلة للخلايا الكهروكيميائية وسوف ندرس في وحدات لاحقة بالتفصيل الخلايا الجلفانية وتطبيقاتها وكذلك الخلايا التحليلية وتطبيقاتها هذا الشكل التخطيطي يوضح بعض أهم الفروقات وكذلك أوجه التشابه بين نوعي الخلايا الكهروكيميائية لاحظ أن إشارة الأند في الخلايا الجلفانية سالبة أما إذا ذهبنا إلى الخلايا التحليلية فسوف نجد أن الإشارة موجبة أما الكثج فهو موجب في الخلايا الجلفانية وسالب في الخلايا التحليلية كذلك من أهم الفروقات بين الخلايا التحليلية والجلفانية هي وجود مصدر خارج للتيار الكهربائي في الخلايا التحليلية وعدم وجوده في الخلايا الجلفانية ما هي أهم أوجه التشابه بين الخلايا التحليلية والجلفانية؟ نستطيع من خلال هذا الرسم أن نستنتج أهم أوجه التشابه لاحظ الأكسدة أين تحدث الأكسدة في الخلايا التحليلية تحدث الأكسدة عند الأند أما في الجلفانية أيضا عند الأند الاختزال يحدث عند الكاثد في الخلايا الجلفانية وفي الكاثد في الخلايا التحليلية ما هو اتجاه حركة الإلكترونات في الخلايا التحليلية وفي الخلايا الجلفانية هذه الأسهم ترمز إلى اتجاه حركة الإلكترونات يتضح من خلال هذا الشكل أن الإلكترونات دائما تتحرك من الأند أو المصعد وتتجه نحو الكثد أو المهبط هذه هي أهم أوجه التشابه بين الخلايا التحليلية والجلفانية وهذا الجدول يلخص أهم الفروقات بين الخلايا التحليلية والخلايا الجلفانية الخلايا التحليلية تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية يعني لازم يكون عندنا مصدر خارجي لتيار الكهربائي يحول الكهرباء إلى طاقة كيميائية أي أن التفاعل الكيميائي لا يحدث إلا إذا توفر مصدر خارجي لتيار الكهربائي بينما الخلايا الجلفانية تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية بمعنى أن الخلايا الجلفانية تنتج الكهرباء في الخلايا التحليلية يحدث تفاعل كيميائي غير تلقائي لماذا غير تلقائي؟ لأنه لا يحدث إلا إذا وفرنا مصدر خارجي لتيار الكهربائي بينما في الخلايا الجلفانية التفاعلات الكيميائية تكون تلقائية الخلايا التحليلية تستخدم مصدر خارجي لتيار الكهربائي كما هو واضح في الرسم بينما الخلايا الجلفانية تستخدم كمصدر خارجي لتيار الكهربائي أي أن الخلايا التحليلية تستهلك الكهرباء بينما الخلايا الجلفانية تنتج الكهرباء الأند موجب في الخلايا التحليلية بينما هو سالب في الخلايا الجلفانية الكاثد سالب في الخلايا التحليلية بينما هو موجب في الخلايا الجلفانية من أهم أمثلة الخلايا الجالفانية هي بطارية السيارة والعمود الجاف بينما من أمثلة الخلايا التحليلية إمرار تيار كهربائي في محلول كولوريد الصوديام بهذا ينتهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقر الكيمياء الكهربائية في دروس لاحقة